اهلا بكم مشاهدي الكرام التفاصيل وجه الرئيس السيسي عبر صفحاته رسمية على مواقع تواصل الاجتماعي فيسبوك تحية تقدير وإعزاز للمرأة المصرية العظيمة لمناسبة عيد الأم ويشهد الرئيس اليوم احتفالية يوم المرأة المصرية حيث يكرم عددا من الأمهات المثاليات من المحافظات فضلا عن أمهات شهداء القوات المصلحة والشرطة قال وزير المالية الألماني فولفغانج شيبل إن تصرفات الساس الأتراك الذين يحشدون الدعم لتوسيع سلاحية أردوغان غير معقولة وقال شيبل عقب اجتماع في بروكسل إن هذه التصرفات وصلت إلى درجة تعجز الكلمات عن وصفها وصل الرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري القاهرة قبل قليل في مستهل زيارة رسمية إلى القاهرة يلتقي خلالها رئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء شريف إسماعيل إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين كما يرأس الحريري وفد بلاده في أعمال لجنة العليا اللبنانية المصرية المشتركة ويلقي كلمة ملتقى رجال الأعمال المصري اللبناني نشرت القوات العرقية مجموعة من القناصة في محيط الجامع الكبير بالموصل استعدادا لأحكام السيطرة عليه وقالت مصادر أمنية إن القوات حققت تقدما كبيرا في الجانب الغربي لمدينة الموصل وقال بيان للجيش إن السيطرة على جامع النور ومنارة الحدباء يعطي دفعة قوية للقوات ويمثل ضربة قاصمة لداعش إلى ذلك أعلنت قيادات العمليات المشتركة استعدادا السيطرة على حي رسالة وشقاق نابلس شكرا لكم في أمان الله